خلونا كمان نتكلم على المبادرة الرئاسية اللي حبدأ بيها حياة كريمة أنا دايما كل ما أتكلم عن هذه المبادرة بصراحة بحب قوي كلمة حياة كريمة كلمة حياة كريمة دايما بحس فيها كده كرم يعني أحيانا اللغة العربية تمنحنا كده كلمات تديك إحساس كده بالعزة والكرامة فهذه الكلمة والجملة اللي دايما لما أنت بتشوفها أولا بتحس كده نافيها كرامة ماذا حدث اليوم المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم التوقيع اليوم في هذه المبادرة على بروتوكول بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وأيضا التعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة وده بهدف تعزيز الشراكة استراتيجية للتكامل والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان وهنا نقف كده مع بعض لأنه بناء الإنسان ده شيء قد ما هو مهم جدا لكن هو كمان شيء مش بالسهولة الصورة زي ما أنتم شايفين البروتوكول لأنه بناء الإنسان أنت بتبني وطن بتبني مجتمع بتبني كمان أسرة بتبني شخصية وبناء الإنسان بيخليك أنت كمان بعد شوية في المستقبل تحس أن الوطن أفضل لأن انت قدمت إنسان أحسن فلما يكون فيه تربية وتعليم زي ما بنقول وبناء للإنسان الدنيا كمان هتبقى أفضل وأحسن وظهرت تربية والتعليم أوضحت أن الهدف من البروتوكول اللي عمل على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهبين داخل المدارس في قرى المحافظات اللي بتستهدفها هذه المبادرة وده حيكون تشكيل فريق عمل لرعاية فصول الموهبين هنا أنا عايزة أقف معكم يعني أحيانا كتير قوي لما نركح لمحافظاتنا الكريمة وتشوف كم المواهب اللي طلعت من المحافظات لو رجعنا بالتاريخ حنلاقي علماء وفنانين وشعراء يعني لو رجعنا للإستعيد وافتكرنا من طه حسين للعباس العقاد للخالي الأبنودي ما حفظت كل الألقاب للعظيم يعني مجد يعقوب لناس كتير جدا يعني رموز عديدة لو رحت مثلا عند أهلية تتوقف معها سيدة أمه كلسوم اللي جات من طماي الزهيرة لو أنت بتتكلم على محمد صلاح وشوفت قد إيه يعني المجهود اللي تم من خلال محافظة وإيدي ليوصل للمدينة لكن لما تكون المبادرة هنا بتهتم بفصول ورعاية الموهبين والعمل عليهم وتقدم لهم كمان يعني خطة وتهتم بيهم كمان مش بس الموهبين كمان المعلمين لأن المعلم مهمة قوي لما أنا أدي له يعني أدي له مهارات وأدي له استراتيجيات وخطة أنه يتعامل مع الموهبة يعني أعرف أنه فيه موهبة ويقدر يتعامل معها كل ده يبقى في ضوء مناهج وزارة التربية والتعليم وده كمان حيدي تعميق أكتر لفهم ومعاني كتيرة جدا وحيخلي كمان الموهبين بالأخص يعني تبان موهبتهم أكتر ونقدر نعرفهم أكتر ونقدر كمان ننمي الموهبة يعني ما تبقاش الموهبة وقفة بس على البيت والأسرة لكن كمان لما تكون المدرسة والمحافظة ومبادرة زي حياة كريمة واهتمام وزارة التربية والتعليم يبقى أنت كده ضمنت أن أنت عينك على طول بتكشف أي موهبة وكمان بتقدمها وبالتالي لأن مصر عريضة وكبيرة لأن عندنا عدد من المحافظات عظيم وعندنا عدد وتقاليد وعندنا اختلاف وعندنا حاجات حلوة كتير فلما نقدر بالعين كده نشوف كل الموهبين هيبقى ده شيء رائع جدا